بسم الله الرحمن الرحيم في زمن الكورونا الخوف أمر مبرر الخوف بمعنى الحذر الذي لا يوتر الإنسان ولا يقلقه قلقا سلبيا أن أخاف يعني أن أحذر من هذا الفيروس بأن أحافظ على التعقيم النظافة عدم المصافحة هذا أمر مطلوب ولكن المفروض أن يجتمع هذا الخوف مع اطمئنان القلب المشكلة هي في أن لا يطمئن القلب بل يقلق لماذا؟ لأن اطمئنان القلب هو من شأوا سعادة الإنسان من باب المثال الآن العين كيف تسعد حينما تنظر إلى الشيء الجميل الأذن كيف تسعد حينما تسمع الصوت الجميل اللسان كيف يسعد حينما يذوق الطعام اللذيذ الأنف كيف يسعد حينما يشم الرائحة الطيبة ولكن إذا واحد عند مشكلة أثرت على قلبه فقد عزيزا هل تسعد العين برؤية الجميل؟ وهل تسعد الأذن بسماع الصوت الجميل؟ وهكذا؟ كلا الأساس هو القلب حينما يكون القلب مطمئنا يسعد الإنسان وحينما يضطرب القلب فإنه يعيش حالة قلق قد تؤدي به إلى شقاء لذلك قيل بأن القلب سمي قلبا لأنه يتقلب وهذا ما يسبب القلق عند الإنسان كيف يسعد الإنسان؟ حينما يسكن لا يتقلب حينما يطمئن كيف يطمئن هذا القلب؟ نحن بهاي الفترة إذا عرفنا كيف تطمئن قلوبنا يعني نعيش في حالة هدوء تساعدنا على أن نرسو إلى شاطئ الأمان كيف يطمئن قلبي؟ فلنبحر مع ذلك الحكيم الذي بحث في رحلته عن مكمن القوة فقال بحثت عن أقوى الأشياء فوجدته الحديد فنظرت إلى الحديد فوجدت أن النار تمدده فعلمت أن النار أقوى من الحديد نظرت إلى النار فوجدت أن الماء يطفئها فعلمت أن الماء أقوى من النار نظرت إلى الماء فوجدت أن السحاب ينزله فعلمت أن السحاب أقوى من الماء نظرت إلى السحاب فوجدت أن الرياح تجره فعلمت أن الرياح أقوى من السحاب نظرت إلى الرياح فوجدت أن الجبال تصدها فعلمت أن الجبال أقوى من الرياح نظرت إلى الجبال فوجدت أن الإنسان يعلوها فعلمت أن الإنسان أقوى من الجبال نظرت إلى الإنسان فوجدت أن النوم يسكته فعلمت أن النوم أقوى من الإنسان نظرت إلى النوم فوجدت أن القلق يذهبه فعلمت أن القلق أقوى من النوم نظرت إلى القلق فوجدت أن الإطمئنان يعدمه فعلمت أن الإطمئنان أقوى من القلق حينها علمت معنى قولي ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذا أردنا أن تطمئن قلوبنا الله تعالى اختصر لنا الطريق ألا بذكر الله تطمئن القلوب في اللغة العربية تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر يعني لا يطمئن قلب الإنسان إلا بذكر الله ما معنى ذكر الله على نحو الحكاية ما معنى ذكر الله ذكر الله هو معرفة الله ولكن ليست أي معرفة هي المعرفة المتيقظة المعرفة الواعية المعرفة التي يصبح الإنسان فيها إنسانا مطمئنا لا تهزه رياح الفتن ولا أمواج النعم الله تعالى في القرآن القريم أعطانا نموذجين رائعين من الذاكرين من أنبياء الله تعالى الأول هو إنسان نبي أعطاه الله تعالى مالا وجاها وسلطة وملكا ألا وهو نبي الله سليمان على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام ولكن مع كل ملك وملك سليمان الذي كانت الريح تجري بأمره كان مطمئن القلب وكان يجلس مع المساكين ويقول مسكين مع المساكين وكان يقول لتسبيحة واحدة خير من ملك آل داود لأن ثواب التسبيحة يبقى وملك سليمان يذهب والنموذج الآخر نبي الله أيوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أيوب كان ثريا عنده ثمانية أولاد زوجة صالحة في يوم واحد ابتلاه الله سبحانه وتعالى وذهب كل ما له جاءه من تلبسه الشيطان وأراد أن يحرفه من الحق إلى الباطل يا أيوب أرأيت ما فعل ربك بمالك لقد ذهب جميعه ماذا أجابه أيوب إنه ماله وقد أعارنيه فالحمد لله حين أعارنيه والحمد لله حين أخذه مني عريانا خلقت من رحمي أمي وعريانا أرجع إلى قبري وعريانا أحشر إلى ربي فقد كل أولاده وكان يقول بأنهم عباده وهو أرأف بهم من أبيهم وأمهم هذا الإطمئنان كيف يحصل عليه الإنسان بذكر الله الذكر هو معرفة يقظة هو معرفة واعية لأن المعرفة على مستويات مرة واحد بيكون بيعرف ولكن لا تؤثر فيه المعرفة شيئا يعني مثلا نرى الكثير من المستشرقين حينما قرأوا الإسلام قرأوه مثل ما واحد حافظ أصيدي ويقولها من دون أن يتأثر بها بأي شيء هذه معرفة سطحية لا أثر لها مرة المعرفة بتعمل هوية ولكن هذه الهوية تبقى عندها حد الهوية ولا يتأثر الإنسان بها في سيرة الإمام الحسين عليه السلام في يوجد أحدهم اسمه الجعفي أو الجحفي حينما قابله الإمام الحسين عليه السلام وعرض عليه النصرة قال والله إني لأعلم أن من شايعك لهو السعيد في الآخرة عنده الهوية ولكن نفسي لم تسمح لي بالموت مرة المعرفة تصل بالإنسان إلى أنه يتفاعل عاطفيا ولكن قد يقتصر فيه الأمر على العاطف عندنا في لبنان شاعر كبير عظيم هو المرحوم بول السلامة هذا الشاعر عرف الإمام علي عليه السلام وتفاعل معه كثيرا في عاطفته هو لم ينتسب إلى العقيدة بمعنى الهوية العقدية الخاصة ولكنه تفاعل بعاطفته حتى رفض أن يضيق علي عليه السلام في دائرة التشيع أو الشيعة فقال في شعره لا تقل شيعة هواة علي إن في كل منصف شيعية هو فخر التاريخ لا فخر شعب يصطفيه ويدعيه وليا جلجل الحق في المسيحي حتى صار من فرط حبه علوية وأخذ يتحدث عن معرفه من كمالات علي أنا من يعشق البطولة والإلهام والعدل والخلق الرضية فإن لم يكن علي النبي فلقد كان خلقه نبوي يا سماء أشهدي ويا أرض قري وخشعي إنني ذكرت علي إنها عاطفة إنها معرفة أدت إلى عاطفة إذن المعرفة قد تكون يعني بلا أي أثر قد تكون مع عاطفة قد تكون مع هوية ولكن دون أن تصل إلى السلوك ذكر الله هو المعرفة التي تصل بالإنسان إلى السلوك ليست الأولى وليست الثانية وليست الثالثة ذكر الله هي المعرفة التي يعبر عنها الإمام الخميني قدس سره المعرفة التي يكتبها العقل بقلمه على لوح القلب المعرفة التي يتفاعل فيها الإنسان بعقله مع قلبه حينما يتفاعل عقله وقلبه معا حينها تتحول إلى سلوك وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح بس هذا الأمر بالعنوان العام بختام هذا اللقاء بالعنوان العام هذه المعرفة لأنها ترتبط بالعقل وبالقلب معا يعني لابد للإنسان أن يحافظ على نقاء قلبه وإذا تلوث لابد أن يطهره القلب الله تعالى خلقه كالصفحة البيضاء هلأ إذا إنسان أذنب يطبع في تلك الصفحة البيضاء نقطة سوداء إذا طبع عليه أن يطهر القلب وتطهير القلب يكون بالتوبة يعني هالأيام منلاحظ أنه في ناس كثير يعني موسوسين بالتعقيم بالنسبة لفيروس كورونا فبعقمه بعقمه بطهره بطهره يعني لو أن الإنسان يعقم ويطهر نفسه وقلبه مثل ما هلأ بعقم إيديه ويحافظ على جسده من هذا الفيروس كنا بألف خير كانت روح الإنسان وقلب الإنسان طاهرا وطهرا فإذا مسألة التوبة إن شاء الله بيحكي عنها بلقاء آخر لأن هذه مسألة التوبة هي بتعمل التخلئ المطلوب ثم مفروض الإنسان أن يتحلى بأمرين أساسيين على حسب ما نفهم من الأحاديث الشريفة الأمر الأول هو أن يتواصل مع الله سبحانه وتعالى أن يلتقي مع الله سبحانه وتعالى الذي فتح له كل الأوقات وعلى رأسي هذا التواصل تأتي الصلاة التي تعني الصلة بين الإنسان وبين الله تعالى لذلك قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لذكري إذا أردت أن تستحضرني أن أكون حاضرا أقم الصلاة اتنين المواسات اثنتان خصلتان من كانتا فيه إلا فاعزب ثم عزب الصلاة في أول وقت والمواسات خدمة الناس حينما يخدم الإنسان المجتمع يخدم الناس مع الوصل بينه وبين الله سبحانه وتعالى بالصلاة مع تطهير قلبه بالتوبة هذه العناصر حينما تتفاعل حينها يصل الإنسان إلى ذكر الله وللحديث تتم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر